ميد راديو اعرفوا تضحياته الكفاح ديالو الاجتهاد ديالو الخدمة ليلة ونهار باش يكون عندو اسمو في المجال الفني في بلادنا خصوصا في مجال الدرامي جريباد واحد الشاب مستمعين الكرام طبعا الارهاصات الاولى الفنية ديالو بدات في دار الشاب والكشفية كذلك والمخيمات وتعلم ابجديات التمثيل وابجديات المسرح وكنت سعيد اننا شغلنا في واحد الوقت مع بعضياتنا وكالدور ليامت هو بصفته ممثلا ومدير للممثلين وانا بصفتي اعلامي وبصفتي صحفي اصدفه في هذا المساء غيكون واحد الفرصة للبوح واحد الفرصة للسحضار كذلك السحضار لحظات كيف حد هذا الشاب انا قلت الارهاصات الفنية الاولى اه تمثيلية بدات في دار الشباب ومن بعد الشهد والتحق بالمعهد العالي في مصرحة وتنشيط الثقافي تخرج من المعهد تشغل في كثير من المصرحيات ومن بعد التحق مجال دراما بلادنا الشغل في ادارة الممثل كما الشغل كذلك كممثلة بقى كي الشغل في الضل واحد نهار خرجنا من خلال طبعا حضور في مجموعة من المسلسلات بصم اسموه من خلال واحد الضلور في مسلسل يقطو عن برهدا اللي حضبني سمو الشهده عالية في رمضان لول العام من خلال واحدة الشخصية ثارت واحد شوية دل جدل مدير الشركة مدير المواريد البشرية مدير المواريد البشرية لأنه في لغته حرف الرعاق وليس حرف الرعاق بمعنى اليوم ما تكون واحد الفرصة أننا نجر الحديث دينا معاه على منينجا شنو الشغل وفين بغي يوصل حضب الإعجاب دل كل المتتبعين في هذا المجال مجال الدراما إعجاب الجمهور كي اللي ما عجبوشي كي اللي كرهو وش كرهو الشخصية هذا هو اليقين تم لأنه كان متفوق في الأداء أما يكرهو الضيفة دينا أبدا ولا يكون كيف لا واسمه العربي أجبار خي العربي نهار مضخم هذا بعدنا يا فرحان أبدا العربي أجبار معايا هنا في السوديو في مدينة الضارة البيضاء مرحبا بك خي العربي شكرا هشام مرحبا بي عندكم شكرا للميدي راديو اللي على هاد الاستضافة وشكرا للتقم التقني اللي كينا حضر معنا وكان عرف المعنى دهد الكلمة شكرا لك على استضافة ديالك ويلا هندرت شو احنا راها كنعرفوا بعديتنا وليك كل حقيان في ما بغيت نهضروا مرحبا مرحبا احنا ما نكونوش هنا يا لنطرح الأسئلة بقدمة لنغندرت شو في المسار الفني كيفش بنها العربي أجبار كيفش انتقل من من حي الحافة في الشوان لدار الشباب ثم الرباط ثم مدينة الضار بيضاء والشيغال في أعمال حضات بنسب مشاهدة عالية وحضات بريضاء الجمهور والمتابعة نرجع بك للحومة الحافة أخي تينا ولد الشاون الحافة شنو تقولنا على الحومة الحافة أخي بو أنا ولد الشاون بصفة عامة صحيح خلقت بب السوق ايه في بب السوق وعلا وتربيت في الحافة ايه إذا أنا ولد مدينة القديمة والأحياء الجديدة نعم كان نفتخر برص شب شوني كان نفتخر بالانتماء من هذه المدينة نفتخر بالانتماء من الحي لأن في الحقيقة كانوا فيه مؤطرين في دار شباب وكان دار شباب قريبة لحافة بطبيعة الحال وفي الحقيقة من هذا الحي انتقلنا للدار شباب وفي دار شباب تلاقينا ناس اللي كانوا كبر مننا مؤطرين منهم هشام بن شبتيت الله يلا شخصي أشهر لا تخشي تصوتوا عديلنا خيال العارفي بابتين والله العادي محتموا ليش في شكال بأنه تشغلنا نعم طبيعة الحال تأثرنا على يد الناس اللي كانوا قبل منا في الميدان وشرتوا على يد جمعية العمل المصرحي ومن بعد على يد جمعية ديال أقنوم صحيح اللي كان عندها السيطة ديال على المجال الساعد الوطني وهنا بدت تجربة يعني أنا بحالي بحالي أي شاب في المدينة تشاون كان جوج حاجات سيمكن لي يمشي يمشي لها المصرح ولا الكورة صحيح أو اللي نحيرف نحن نحيرف لإنسان صحيح بأنه كعدد كل الشباب إلا ملقاش اللي أطرهم في أي مجال في أي مكان ممكن أنه يمشي للنحيرف وهنا نضروع لضرورة التأطير وليلي يقينة بأنه العربي يعني أطروه مجموعة من الأساسي ذا كبار في الشوان صح ضرور تجريبة وتأطير عيد البسر عبد العزيز محمد ضردور حميد البوكيلي كذلك ما قدمت لك ضرورة الشباب ضرورة الشباب مش يكون مجموعة من الأطفال ربما أنه نعرف القيمة ضرورة الشباب شو ممكن أنه تكون في خدمة واحد موهوب وممكن أنه يوصل للتلفزيون ويوصل للأعمال الكوفرة ضرورة الشباب في الحقيقة ما كتقدمش غير الناس اللي يقدروا يمشي في هذا المائل ضرورة الشباب هي واحد للفضاء اللي كانك يهتم بالطفل والشباب والشاب بصفة عامة أو الطفل والطفلة والشاب والشاب بصفة عامة وكانت هي الملجأ وعطتنا الحياة عطتنا اللي احنا دبها عطتنا تأثير عطتنا بزرد الحاجات عطتنا القيم عطتنا التربية فالحقيقة ضرورة الشباب وما كانش قدر نقول لك وما نكونش قلس معك أنا قدر نكون قلس في شي حاب في شي إصلاح جزي ماما الله يحفظ ضرورة مهم جدا في التكوين في التسأطير في التنشيئ نعم بصفة عامة صحيح بالفعل وضر شباب راكد ضد نقد بزرد الناس ونقدس بنجموعة من الناس اللي رب الفعل ربما أنه يكون عندك واحد ما صار لقدر الله خصوان فضاء ربما أنه يكون في تأثيرات رفاق السؤال ممكن تأخذ واحد توجه لممكن يردي لوالديك ولا يردي لأهلك ولا أحبابك ولا مدينتك ولا ضردك هل أنت كما قلت أنت هنا لتربيتي نقول الابتدائي في قريسين ملعب الراشيد شيء لا ملعب الراشيد نعم والإعدادة في قريسو في الإعدادية غير هو في مزيان لم ينزل مش من نسوهاش الابتدائية حتى هي كان عنده المصرح المدراسي صحيح واللي كان يبدأ بالأنشيطة عيد العرش المسجرة الخضراء كانت عنشيطة مهمة فيها أول حاجة كتربي فيك القومية الوطنية كتتعرفك على بزر الحاجة وفي نفس الوقت كتربي فيك هذا الحس الفني يعني ومشي بدرورة عندك من بعد تكون شي فناني ولكن يكون عندك هذا الدوق هذا الحس صحيح المصرح المدراسي صراحة كان عنده دور كبير و جيس بيغ أنه يكون باقي كاين ويزيد الطوار لحقاش بصح كين كفاءات وكين طاقات زوين كنكتشفوها من خلال المصرح المدراسي صحيح وانت هنا تعطينا دوسي تجربة المصرح المدراسي ستعني موش سوى التناوي أكيد نعم التناوي كريتي في ثانوية مولي 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 التجربة كانت طورة ما لحقاش في الأول مي كنا في ضرق شباب كنذيرو المصرح كنخرجوه لنظر التقاف اللي كينا في تقوان كنمشوه عن الجمعية اللي كينا في طنجال العرايش على الصعيد الجهاوي من بعد في الإعداد بدينا كنعرفو كين واحد البطولة وطنية ولا واحد مسابقة وطنية دي المصرح وديل عدة أنشيطة وحدة أخرى في التناوي كانت تجربة الطورات وبنسبة لي أنا متعدا المصرح في التناوي عطاني أول فرصة اللي نخرج على المغرب ونكتشف تجربة وحدة ونمشي نعمل المصرح ونتلقب بآلاف ديال الناس كيعملون المصرح في مدينة مارساي مارساي صحيح واحد تجربة كاتم زيونة بزززز تجربة جميلة جدا لا كيفاش دوسها مع مع الأصدقاء اللي كانوا معنا ولا مع الناس اللي تلقيناهم كان واحد خمستاشر يوم ديال اكتشاف اكتشاف الناس اكتشاف التقافات اكتشاف طرق أخرى في المصرح وفي مدينة الوقت ومصرحيين تلاميذ من مختلف الدول من مختلف الدول كان اسميت بمعربيع التانويات كانوا في جميع دول البحر الأبيض المتوسط وفي الحقيقة تم تأكدت الرغبة وأنني نمشي في هذا المجال لأنني شفت بزاف ديال الناس يعملوا هاد الشي حالي وجه تأكدت لي هاد الرغبة أنني نزيد نبحث ونكمل المصر ديال في هذا الطريق صحيح صحيح البكالورية ومشي سلمح ديال المصرح هاد ثقافي طبيعة الحال لابد دخس البكالورية غير ونزيد هشان من تلك تعرف حيو سيكتو في المدن الصغرى واللي قريبة الخارج الأوروبا لم يكن نفع 16 عام 17 حلم ديال هجرة صحيح صحيح وإذيك الخرج جمع المصرح كنت تشوف فيها شي حاجة ديال هتخرج تشوف ديال العالم اللي يحكي وليك عليها الناس هاد المومو هاد ديال باش مشينا نمقصي وعشنا تجربة ديال مسرح في الحقيقة كنت بحال طمسات هادك الحلم ديال اللي هجرة وتمشي مدر لا ربت فيك أرجع تبوح تفكرة ديال انت مغربي انت واحد العقل مغربي واحد كفاءة مغربية لما لا تكون هنا وممكن أنك تتبذ ديال لك هنا غير ركز كين شي حاجة اسمي التكوين كين شي حاجة اسمي العمل والاجتهاد هذا ولي خليك هواية ولكن ترجع مهنة حرفة وتكون منزلة على اسس صحيحة التي هي اسس أكاديمية رغم أن نعرف أنت كان عندك العشق لكرة القادمة من أحسن حرص المرماري دازوف الدورية ديالش وانا اخصرنا بورتيرو مضخم ولكن ربحنا ممتي مزيو نعم ممكن شيد أملكون الشيب الحق بورتيرو باقي لحظة الثانية أنا موجود وانا باقي نعم حريص مرمى جيد مستمع الكرام مشاهدنا الكرام بورتيرو معلم وكان لعيط العربي يحصل لك هي بورتيرو عندهم العربي ولكن العالم 4 سنين دلماحة العلي الفل المصراحي والتسنشط الثقافي والله الله بعد تخرج العربي الرجوع المتيد داد العائلة كانت تأثير للعائلة عندنا كان كيلف نفس العائلة أو العربي هو الوحيد اللي خرج تترى بنتي شحل الخوت يا خيال العربي انتنا داد احنا تبارك الله بخير تبارك الله ما غدكون شي قد لا ولكن لا لا واقع لا كتر من اقول لي شحل العربي يا الله شحل نتو شحل احنا يا 13 خيال العربي وانا قلت ما غدكون شي قد ما خير عروب لا احنا احنا عشرة الخوت عشرة احنا يعني خوت بيولوجيين نعم احنا عشرة اه واحد الاخت الكبيرة الحقيقة اخت ام ربتنا كانت في حال اخت وفي حال ام مع الام دينا ما كناش كان فرقوا بيناتهم في الحقيقة كان عندي جوج ديال الاموات نعم الاخت الكبيرة والا عشرة عشرة طبارك الله بخير كان الولد عامل حسابه مع رجل تعليم صحي الرجل تعليم كان عامل تحديد الناس لديه يعطي الفرصة لديه عمين ثلاث سنين عمين ثلاث سنين عدوى ما عندك ما تساله نعم طبارك الله وفقتي الوليدة ديالك اه تحاشت كالوليدة كيف مردنا برع رحمه السعلي بطبيعة الحال انا شوف انا ما قدي انت امو سيوناش لحقاش بالصحة المحبرة كين الداخل وبكيت انا صحح كان بغنت تفكرها دائما فرحان والضحكة اللي كانت فوجها امرها طيبة كانت جد طيبة منظن شي امه شي طيبة اه صححح ولكن انا اعرفها جيدا اه غير هو عشرة اللول للي الحلم ديالي هو انني نشتغل في هذه الميدان مما ما كره تشوف كين وصن تشوف اكدبة وانتنا مدير الموارد البشرية نعم الله يرحمه واسع عليها اول 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 مرة ما شفتك في تليفزيون اخي العربية فيكن الدور سعي باصمح الناس احضرنا اصحنا الوالدة رحمة الله عليها فهذا النهار توحش اخي العربي بالتأكيد لانه الانسان يتوحش الام دياله وانا كان عارف بيانه الام هات كي بغيو يشوفوا لان نجحت الابناء ديالهم وكفحت معاكم وشجعتك وابغت تشوفوا كيف ما بغت وكيف ما حبت ومن العربي ولا اسم العربي اجبار في السحل الفنية ربما سوأل لي قلتي واش كين شي واحد في المجال الفني من العائلة كين بعيد كين في الغناء ولكن الفنانة الاولى هي الوالدة اللي كانت كتتق في القدرات ديالي من الول كنت كتتشجعك من الول لا يقولوا لاني ذو ما زي ما معمرهم قالوا لي لا ما تمشيش او يخصك تدير شي حاجة اخرى ضمن مستقبل ديالك بها بالعكس من اللي عارفوا اني بغي نعمل هاتشي سندوني بش حال ما ما قدوا معنويا راكنت مساندة كبيرة ما ديان عن ذاك شي اللي قدوا ما عمرين نسال تشجع ديالهم والريضة ديالهم صحيح اول مرة شفتك في تليفزيون تجريبت بنت للمنانا نعم مش lo یقع لاني ششتك اول مرة فتليفزيون هذا وريدي العربي فتليفزيون تجlor كانت يقولون هل رأيت محبايك؟ محبايك؟ كيف تبني؟ كيف تبني؟ الله يرحمه ويستعملتها لو تحشي عيش سوف نهديه في هذة تحشيك الوليد نعم الله يرحمه ويستعملتها ويرحم كل أمهات في هذا النهار اشتركوا Sandeer وهو حكس نحن لا تصوروا مش مستمعين الكرام الابتسامة لي كانت والطيبوبة والعطف والحنان والعربية قال بأنه ما كيناشي شي أمه ماشي طيبة وملفع بأنه الأمهاتش أنه ما كانوا بعض مرات يحاول يكونوا كي بنا واحد نعمل القصوة في التربية ولا كده لا هذا الخوف علينا وليلي يقين تسام بأن كل أمهات في العالم كي بغيوا شوفوا الوليدة ديالهما كيف ما بغوا كيف ما حبوا نحن الصح دانهما الراحل الأم ديالهما الدور اللي يلعبته في الحياة دياله وقلنا بأنه كذلك جرنا الحديث على الطفولة دل العربية كيفش تربى والعشقة دياله المسرح كيفش بدت الإرهاسات الفنيا غش بجنة تشوفوا شي واحد في تليفزيون رالي كيجي على الصحراء كيكون على الصحر شي عن فاراغ كفقاعات يصابون ثم يغبر يغبر وليلي يقين تسام بأنه الصير عربي أجبار باقي تشوفه مجموعة من الأعمال وباقي تشوفه متألق لأنه كان دائما مآمن بالموهبة اللي كان عنده وما تفكير في التحق بالمعهد العالي في مصراحة تنشيط ثقافي والدراسة الأكاديمية دياله والشهاد على رأسه والعمال إلا داري على أن الإنسان يريد شي حاجة كيوصل لها طبعاً إلا كان مبني على الصح دخلون تليفزيون بنات للمنانا كيفش بدت المشاركة في هذا العمل؟ هذا ما عمتش في إدارة الممثيل هذا عيطريك ممثيل نعم بنات للمنانا في الحقيقة كان كي تصوار في شاول نعم ما كيعرفوني ش المخرج ولا بواد بروديكتون كما كتعرفوا ما كتكون كتصوار في مدينة وكتحتاج لن بعض الممثيلين نعم مولاد من الأدوار وفي حقيقة ما كيكونش عندهم بزاف ألوغ كيف باقي جرية العادة كتكون كيكون واحد موديا كاستينج كتقدم ديالدوسي من صداف تقدمت لفوتو ديالي ولا تقدم السمية ديالي ليسين فنان جوك خواكن نخدم مع عديل أبا طراب سولو على سعب الكعب الجينيراسيون ديالك عديل عديلنا عديلنا بطبيعة الحال عشنا نوياها لعنا ما كنا كارينا نوياها باش كنا كنقراو أكد له يمكننا على حسن الاختيار وتمت المنادات عاليات ما نيكوسيت مع البرودكتور وقمت كانت عندي واحدة كاتر جور ديال السوير وتم كانت كانت بعض المشاركات ولكن هذه المشاركة الفعليز عمل الأولى اللي نقدر نعترف بها كنت كممثل سعب هذه الخطوة الأولى في مجال الاحتراف وحضر في التليفيزيون نعم من بعد هذه الأعمال أخرى من بعد غياب وانقطاع نعم من بعد غياب وانقطاع من بعد غياب وانقطاع نعم تلقاب أوليد اسماعيل اشحف عمرو اسماعيل قد المسؤولية والمهم هو الحلاء تجيبها حلالة وماشي بالضرورة أنك تكون تخدم غير في ذلك الشي اللي باقي او اللي ما كانش الخدمة مشينا عمنا خدمات أخرين بحال ان يبحى الناس كتخدم في القهوة وانت خرج المعاد العليم صراحة نشي التقلي هم فيها الشي انتظار أن منادت عليك منادت اسبانيا جيت هنا خدمت في المغرب المهم هو خسرت تكون قد ما كانش الخدمة خسرت نخرجوها من تقوم بالسبوع كيف ما نقول عندك لاقي فنانسيير زع ما خسرت تكون مسؤول صراحة نعم وبقيت في الانتظار بقيت في الانتظار رأيتها ما يجي لفرصة وزع ما الانتظار ما خرجت فراغ بالعكس انتظرت وصبرت كان شوية الصبر طويل انتظار طويل ولكن بالصبر والعزيمة انك ما زالت جيك الفرصة ديالك تمت المنادات علية من جديد شكرا شكرا عايت لك عايت لك بجابك من اسبانيا كنتي طلعتين اسبانيا بجابني من اسبانيا انوار معتصيم انوار معتصيم كازابلانكا فيكتر لانا كنت قبل ما نطلع معها كنت حتلي الفرصة خدمت مع كوتشنج نعم في واحد المسلسل اسمي وكانو فيه جوج مخرجين وانا كنت معاه كاكوتش وقا عقل على الخدمة وكان غير كمخرج هو معادر البواط نهار اللي عمل البواط دياله كان عندو دي بروجيه عقل عليها وقلب عليها قلب عليها باق فيسبوك سوى الاصدقاء ديالي سوى النيتجاب الكنتر ديالي عندو حتى صديقة تهيئة اعلامية كانو جمهة تهيئة هي كوتر الطنوري نعم صحح اللي خضرت بطالة هي في دارة لي وقلب عليها وقلب عليها ولو قدخلت انواق اقترح عليها عام ديال الخدمة نعم مغامرة خير عربي بما انه في واحد اللحظة بديتي كد بني الحياة ديالك اسبانيا ربما المنظومة الفنية في المغرب مضبوطة مجهولة وش يعيشك وميعيشك شي بديتي كد وضع الخطوة الأولى لحياة ديالك في اسبانيا عاود احباطات وانتظارات يعني تنيتي بزف أو فكرتي على انك عاود درجاء امنتي بانه وذلك المشروع انوار معتصم ممكن انه يفتح لك باب الشغل من جديد في هاد المجال من بعد تجربة ابنت للمنانا هايشان ما كانش الفكرة ديال انك مشيتي تبني حياة ديالك زعمة من جديد على برقه ما كانتش مؤقتة زعمة بحضة اخرى وصافي كما كان قوله عوض نستنى وانا قلس نستنى وانا كان اعملش حاجة صحيح كانت دائما في العقل اخرى جابت عام عام ونصا ولكن دائما في العقل كانت هادي واحد المرحلة وعندي اليقين انه ستجيني الفرصة وطبيعة حال امنت بيها وميجات ما ترددش ما ترددش شانو كان عندك مشكلة ولا رسبونساب فنانسياري يعني خسرت تكون فنانسيار مخصو كين هاد القضية كين مدية او بلوس حاجة تعجبك ما نكذبش عليك ما فكرتش فيها قلت لي عندك عام دي الخدمة لونجي نوري عندك في ذاك الساعة ما نكذبش عليها انا ممكن زعمة بارتاجة مع الناس في ذاك الساعة يقول لك عندك شحالك تشبرت ما بالأورو الاف ومائتين هي هنا تلتشرة في درهم انا محتاجك ودخلت امنت بي ودخلت وتهواء امن بي وكانت تجربة زوينة مع انوار معتصم اذا شكرار انوار معتصم اكيد كان عنده دور مهم دور كبير دور داع امن هو خرجك الاحباط وانتظار ما كانش احباط انا قلت لك الرجل هو اللي يخدم احباط على المستوي الفني دور كبير دور كبير نعم كان ايمان دور كبير ما كان انا ما وعيش بها بانني احسن احسن لك وكيقولوها الناس هما هذيك حاجة وكيقولوها عليك غير هو كنظن ان شي واحد يخدم بقلبك يعطيني الاهمية لحاجة راه الممثلين كبار راه كبار بدك التواضع ديالهم يلقاوه كينا شي حاجة ديال الخدمة ديال بالصح راه كيقوللك ها انا مرحبا كين الاخذ والرد كين اعطيني نعطيك اه مثلا شفت شهادة ده سعاد خوي شفت شهادة دهودة صدقي شفت الجينراسيون ديالك فهمش نقولك البرموصيون ديالك مجموعة من الناس اللي يشتغلو لكن سعاد خوي نعتبره ممثلة 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 يعني رائعة جدا ممتازة قيمة فنية لا بغينا نقوله عودة رجعة الأضواء من جادين بعد ما كانت تغبرة واحد المدة وشهادة اعطيت شهادة ففي حقك شهادة ممثلة ايه ايه انا عاد قوتلك الناس اللي كبار نعم وبالصح الناس اللي عندهم واحد تكوين وعندهم واحد راصيد اراها ما تلقاش معهم صعوبة في الخدمة اه الناس كتآمن بان لان هذا الشيء لا تصبح على بطنة وكتعطي اه اه يجب ان تجبد من الجوارح وكاستداد سعاد خي اللي الجميل في الامر هو ما غير مع سعاد خي هو مع بزاف الناس من كنا صغار كذلك نجيون كنتفرجون والناس كنتك انتفرجون فيه انا صغار هذا ما كنا هذه النعمة وهذا الشيء الجميل انك زملاء في العمل وما تشوف منهم شي احتقار أو تشوف منهم انهم زيدين عليك تجربة بالعكس كنت اتفرج فيهم تنو بقي صغير وما دبانتك تدرجيهم زعم اه كنقول زعم اه انا هذا الكلام كتجيني قاس حكا كندرجيهم فنتي لا مش كندرجيهم ومعلموا مدعونهم زعم اه 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 هنا انا جورنا خير العربي يقولنا شنو دورد مدير اه اه ادارة الممثل شنو دورد ادارة الممثل داكو ادارة الممثل كيندارة ممثل وكيند الكوتش انا انا هدرو على الادارة دي الممثل ادارة الممثل هو خص تكون داري بجميع الى احداث بالبرسوناج وكيف ما هو داري بجميع الاحداث اللي كيكون فيها هدك البرسوناج ولا اللي بي اخري داري دراية جيدة بالرؤية الاخراجية دي المخرج يعني التصور الاخراجي كيكون عندك وعطى لك خصر تكون ضابطهم زيان لانا لالاخر هالمخرج اللي كيعودنا القصة بتاريقته صحيح واضع واحد الكادر اه لو هنك تجد خدمة دي هاد المعطيات عندي كاملين مع واحد الممثل اللي هو كيكون مشتهد تهوى كيمشي كيخدم وكيدير لاغوشيك وكيجب دي بخوبوزيشيون ديال احنا في عصر السرعة هشام اه ولا المخرج راخر سوى يعني يوجد معا الفارق التقني ما هو تكنيك يوجد معا الفارق الفني ما هو فني يعني كين بالزب ديال ليطاش هنا احنا بحلي كنسهلوا على بعضياتنا الخدمة انا كناخد من عندو الفيزيون ارتيستي كيفاش غدي صورها شنو بغين كنزيد عليها المعلومات اللي عندي اللي دي جان بخيباريها انا يا اللي هو فين كان هاد البرسوناج فين غادي شنو عندو دابا في ريوصال في ريوصال شنو هو شنو هي لادوز ديال ليطا اه اموسيوني اليبسيشيك ديالو وكيجي المخرج اه باردن كيجي الممثل بهات شي كاملو كي نزلك لها كانت هي هديك داخلا في الاطار اللي قسمها المخرج فهو كانت زيت فين معاها وكانت زيت نشتغل عليها وكانت زيت نشتغل عليها ولما كانت شوية يمكن التعديل ديالها باش دخل في لا فيزيون ديال مخرج كان قمو بتعديل دياله وهنا الممثل كي يكون جميل الممثل كيشتغل كيجي بحل كي يدير واحد الفيزيت معاك كي يتأكد من راسو شنو هو اللي طا بشيشيك ديالو ايموسيوني ديالو باش مي كيدخولي ادي كيدخولي ادي نيشان وكي يبقى ديركسيون ديال المخرج ديفون لا كاميرا داكسا وهناي اه كنشكر بعد المخرجين اللي كي تيقوا فيا وكيعطيوني هادلطاش لانه ماشي ماشي سهلا انه مخرجي تقفيك تقفيك محمد ناصرات اه الحقيقة جميع المخرجين اللي خدمت معهم تقوا فيا بدها من انوار بدها من يوش جيهان بحار اه نصرات دريس الروخ اه براكات وسمحوا لي لما عقلتش علاشي واحدين اخرين اللي حقاش بالصح مع هاد شركة اللي كنخدم مع هاد شركة اللي كي عيطوا لي انا فريلانس اه كي عيطوا لي لي ديس كونيكتد نا وف شخص خالد النقري اه قلس احدا بزاب ديال المخرجين وولا كانتش حاجة اه خلتنين امتيق فراسي ونخدم بهادا الطريقة اه في الحقيقة هي التيقة ديال المخرجين ولا المخرجات اللي كنت قلس حدهم نعم صحيح والدخول انا وهاد الاعمال اعمال وادارة الممثل واخدمتي فيهم واش من البداية كيكونا العربي في الكاستينج ولا اه لا في اخر اللحظة ممكن انه يشوف المخرج يقول مثلا اه الدور الاخير للعبته مثلا في عمبار وياقوت واش كان كينا بيرسوناج سمك العربي هادك ولا اوه خدام قال هاد انتلي غد العباد بيرسوناج العربي اه في ياقوت وعنبار كان الكاستينج اه حل دائما كينا اه الناس ديال الشركة ديال كدعم المدير ادارة الكاستينج كيجيبوا الناس كيقدموا واحد دوسية احنا يا بلا في الاول كنخدموا على التكست على على السيناريو وشنو هما الكاركتر ديال البرسوناج عاد كنبداو في الكاستينج اه مني جاو هاد ادارة ديال ديال الكاستينج جاو وقدموا الدوسي باللي بروبوزيسيون اللي كايني في شاك بيرسوناج كنشوفوا البرسوناج كنشوفوا البرسوناج كنكون قادس معاهم انا ماشي قوة وقتي راحية كبيرة ميزع ما ميكي تطلب رأيي كنعطاه عادة جمع اعتنى انه مقترح اصلا انا مقترح فجأتني هاد القضي هاده و دور مدير المواريد البشرية نعم المخرج قال او المنتج قال او كدلك انا كان عندي واحد تخوف شوية لانه التخوف الاول وتخوف مزيون زع ما ماشي التخوف الاول هو واش نقدر نوفبق ما بين ادارة الممثلين والتمثيل لانه شون دوتاش نفس العمل و كمعرف بأنها إدارة ممتنية بالصح عندها واحدة مسؤولية كبيرة و أخصك بزيب ديال توجد ديال كل نهار يعني وش نقدر نخدم الخدمة اللي عليها في الأول أناية بعد عي طولي نضبطها مزيان و نعملها و عديد عليها نعمل التمثيل و نضبطه و نضبطه و نضبطه البرسوناج كان واحد تخوف و المخرج و المنتيج قالوا لي العربي ما عندك عليا ش تخاف هذا البرسوناج أنت قد به لبهذا ولا بواحد أخر و سي الفرصة أنك أنت تخدم معنا ما عندكش الوقت أنك تمشيت شاك في أعمال أخرى ولو زي ما بغينك تكون في هذا و معنات هنا كاين يعني في المنظومة ديال عامال كاين كاين نعم و طلبت واحد مهلا ديال تفكير بطبيعة الحال كان تحدي و أنك كيفاش تلعب واحد البرسوناج اللي هو الناس غدي تكره نعم صحيح وكره بالناس فيه الحمد لله والثانية برضون بشي ضغية ضغية و كانت اشتغال والثانية ديال بنات العساس كانت هادرة قبل مع المنتيج و المخرج أنه كان في الأول كتعرف البخومي كاستي كي يكون لأنه اللي تتدفيش و جاهدر معي المخرج و المنتيج أنك بغينك تكون البرسوناج قد يدخلتها لحلقة 16 و لكن بغينك تعرف بأن هالكاراكتر دياله ها كيفاش غدي يكون و غدي تكون معنا و كان وجد الأدوار ناجحة و كانت العبتي في جود المسلسلات و عمتي للكوتشنج ديالو و كانت عدارة الممثيل و جود الأعمال كانوا ناجحين و واحد المسلسل كان هو المسلسل السنة كان عطاق في رمضان دول العام نيفات و مسلسل الأول في رمضان دول العام نيفات كان هو بنات العساس قبل عام برو ياخوت و هده شنو متل العربين الشغل في حاجة الأعمال كان هو اللي حدفت نسبة المشاهدة العالية و واحد العامل في رمضان و رمضان اللي من مراه عود عامل كان ناجح العربين من الصناع دياله نقوله بما أنه الشغل شنو الضفن النفسية ديالك شنو كتضفن التحدي ديال العربي شوف هو في حقيقة التحدي بده من من المسلسل ديال لوزين لوزين صحيح لوزين هاد الشركة اللي كان خدم معها بده تسكتراهن على خارجين ديال المعهد و في نفس الوقت و أخرى كان هاد الشي كان ولكن بده كيتم التأكيد عليه صحيح هو الضرورة أن نعطيه من المشاهد المغربي شي حاجة كي سحقه منتوج درامي محبوك مزيوان متول في هالمشاعر في هالأحاسيس في هالغضا لما لا، لما لا، و كان عارفوا بأن مؤخرا المشاهد العالمي بصفة عمات فتحت له بزاف ديال الأبواب باش يختار عندك النيتفليكس عندك البرابول عندك الليبغيتي يعني عنده واحد عنده هذا العالم صباح يدوي شوف أي حاجة بغى و كيف يمكن أن يكون من اختارات دياله الدراما المغربية؟ هنا بدأ هذا التحدي و بدنا كان نشغله عليه في الحقيقة كانت واحد لسو بليس من عندنا متدخلين كاملين اللي كان بدأها بالمنتيج ومشين السيناريس اللي كانوا السوبي اللي كانوا إلا كنا نعطينا شي ملاحظات و كان عندهم استعداد أنهم يشوفوا و كينش امكانيات ديال تحسين ديال الأشياء و بدنا خدامين جات مرة ها الدنيا دوارها صحح الدنيا دوارها حتى هي شنو كان الليما ديالنا ولا شنو كان اللوغو هو واش ممكن نطلع يعني الوزين دخل في اليوتيوب و طلع نطندنس و واش ممكن نعملو شي حاجة حسن من الوزين ولا على الاقل في نفس المستوى و كانت هاد التعبيئة من ناحية المادية لمن ناحية ديال الطاقات اللي بدو كي يجيبوه و كان هالتحدي و رفعنا البرغة شوية على الوزين بالدنيا دوارها و في الحقيقة كنا نقولوا او سيبيارة يمكن ايلا بقينا غاف هاد المستوى و احضار بعض سنين لخمس سنين احنا مزيانة درامة المغربية بخيرها جاءت يا قطو عنبر و دائما مع نفس الشركة هشم و مع عام نفس الشخص كامونتي و كانت تأكيد على اننا ما بغيش نبقى في البرغة ديال الدنيا دوارها بغينا نطلعو البرغة كتار فيها قطو عنبر بغينا نعطيه شي حاجة مغربة بلوس لي كتقيسهم كل واحد يلقى راسوا في ام بيخسونها جملة في القصة و بدا تم الاشتغال يعني انا كنقول النجاح الاول ما شين نصنع يعني البداية للنجاح هو المنتجين مني كيبدوا يأكدوا على تحسين النوعية ديال العمل و نعطيونا للجمهور المغربي شي حاجة كي يتحقها و لان في الاول و الاخر هادوك فلوس ديال الشعب انتي احنا كنت خلتم فلوس ديال الشعب و خصنا نردولو شي حاجة في المستوى اطاره واحد الفورجة منحق و يشوف واحد الفورجة صراحة تمت التعبيئة من زعمال ديال جميع اطراف لا التقنية و لا الفنية و كنظن هادا هو السر ما كانش المهم هو الفلوس كانت المهم هو احترام المشاهد المغربي و الحمد للربي ما حشمناش الجمهور اللي عملي فات كي ما شفتوا في الكون فيلمو كان عندو بزاف الاختيارات كانت عندو بزاف الاختيارات بزاف ديال العروض انك اقدر من لدي مش في تفرج ولكن المشاهد اختار يا قطو عمبر صحيح تفرج فيها نعم و فهذا الاسماء كانت تجبر غالبا هو الريهان لما انك نقول بنات العساس هنا بنات يعني شو هادا ريهان زعماك في الدرامة المغربية على العنصر النسائي في انجاح العمل الغالب منك يكون قصة في اخواتها قصة اللي فيها عاشقة قصة اللي فيها زوجة قصة اللي فيها ام 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 هادا قصة النجاح ام نعم ام مش مقدرنش ان ان طوروا مواضع واحدة اخرى انخرجوه لما هو اجتماعى وندخلوه للغمار ام هل يمكن أن نقشنا القضايا الشمائي أو بعيد على صراعات الزواج والطلاق؟ هشام، في الحقيقة هذا هو الوقت في هذه المواضيع المواضيع التي تردناها في ابنة العساس إلى المشيك لا تريد أن تقول لفام والزواج والعاشق نحن في المغرب لا يحتاج أن نذهب إلى هذا الشيء لأن هناك الكثير من يطاب وشرتفع مع العنصر والنسوي يومنا نحن مجتمع دكوري، يريد أن نحن ترغبون نعم، هذا هو والنغة ترغبون ومع العلم أن الفام دابا، هزين الزواجة، هم محاربات نعم، مناضيلات نعم، مناضيلات هم حاليا هم اللي غادين بالتقدم هذا ليس لن يوجد العنصر الدكارية ولكن بالصح، العنصر النسوي دابا، يجب أن نعنهم مرة واحدة العنصر النسوي يعني بالدوبل نعم، صحيح وعليها نجاح هذه الأعمال وراقصنا المجتمع المغربي فين هو مضرور، فين ما زال كينا النقص بغينا نبروفوكيو المجتمع في هذه القضايا اللي هي مازال مهضرناش فيها بزاف صحيح يلا، بدينا بهذه المسلسلة تنهضرو صحيح، بنتك تكون بوحدة بقية كان واحد طاب ومثال شوف المتفوقات هاد المتفوقين ذو الباكالورية هاد العام نعم، صحيح شوف المتفوق وشوف المتفوقات نعم، عشر الأولين كلهم بناس ها؟ عشر الأولين، أعلى عشرة معدلات كلهم بناس أمي كان مشوهم، شوفوا الحاليين، كلي كيكمل الدراسة دياله وخف الظروف اللي هي صعبة على ذلك نعم، نعم أصبحت ستقف الاسبانية، وقريتي الكتب اسبان، وقريتي مسرحية بلا الاسبانية، وتتحدث بالاسبانية اسمعي لكي يدرب اسبانيولاً، مزياناً، أم لا؟ في العربية، الدريجة؟ مردد، ولمشكلة هي أن ندرب الدريجة جوية دربية، أم لا أعرفها، عشت مع ماما، أشتبتها، ماما غير عربية، أم، كان ندرب من الاسبانية، لكن لا تخافش علىها، يجياني هنك يدافع على رخ أخير كلمات بالدريجة قالوا مسماعي له بابا باراكا باراكا دارنا على مجموعة من الأمور ربما أنه صناعة عمل درامي ربما احنا المتلقي كتشوف واحد العامل قصة كتباع بدأ الفيلم سلاء الفيلم ولكن شنو كين في الكواليس باش نصنعوا هاد الفرجة الدرامية ولهاد المسلسر كيفاش ممكن نصنعو كان معنا واحد من أهل مكة وأهلو مكة دربي شعابها كيفاش شرحنا كيفاش كتصنع الدراما المغربية وكيفاش كان نجدو موسيس المغربية بشيكون في المتناول دياننا ناكا متلقي كتشوف العامل ولكن شنو من مورا صعوبة واجتهاد وصهر الليالي كيفما كان نقلو وصلنا داكد لتنين وخمسين دقيقة ولا خمسة واربعين دقيقة من خلال حلقة على مدار ثلاثين حلقة وغا إنتاج ثلاثين حلقة هذا نعتبر هذا إنجاز للدراما المغربية بقينا بسهولة نوجده موسيس المنا 30 حلقة بعد ما كنا في واحد وقت ربعات الحلقات مشينا 11 حلقة مشينا السباعية سبعات الحلقات 11 حلقة بعد مشينا 15 حلقة وإحنا في 30 حلقة مع تطور الدراما في العالم كامل والمغربي ما خرج من ستتناء وحتى الأعمال المغربية كدحضب واحد نيسا مشاهدة ليس في المغرب فقط بل تسويق دياله من خلال المشاهدة في مجموعة من الدول العربية مجاورة وطبع الدول الخليج برسونج ديالك في بنات أولى في عنبر ياقود تخذت طرورة تخيير فيديوهات هذه العربي منيك يشوف مثلا منيك يشوف واحد الموقف منيك يشوف هو الفيديو دياله مخود من المسلسل وعليها تعليق معين شو منيكون الرد الفعل ده العربي فيا قلت عنبر كنت كنت نضحك كان كي يعجبني الحال حتى كيكتبوها مضيغة لا هديك على الغابة بعدها ديك ماسي مشكلة لا لا باقي كان عقل على وحدة اللي بصح ضحكتني وبقيت كنت نضحك عليها بزاف هو كتبين هاد الجملة لحقاش تعودت بزاف ولا بغيت ينقوله علاش تعودت ردي ينقولوها من بعد ولكن هاد الجملة هدي قال لهم واحد مكتوب عمل الفوتو ديالي بالبرسونج ديال أنوار صنهاجي وعمل له هذا المخرج يقول له غيرت مع أكسيون قوله أنت مدير الموارد البشرية وكمل من عندك وفي الحقيقة عجبتني جملا بالصح معبيرة مشي على المخرج قال لك هاد الهدرة وإنما هادك البرسونج هادك الجملة هديك نجوم للي كانت عنده ولا وهي هذي بالضبضب كي يقول بأنه ودبا الحربية ربما نوو كينا ممثلين نجوم كبار كان عنده مشين مشكلة دراء يعني في النطق دراء ربما أنه نطق ماشي هو الراء يعني نقول له إحنا يلا الفروع دراء ممكن تكون غاء ممكن تكون واء ممكن تكون راء ممكن تكون مجموعة من الأمور العربي باطمة رحمة الله عليه وراء متفوق فيها مثل عماد راشد كانت ممتازة جدا العربين اللي يقولهم لماذا خطرواه كمدير المواريد البشرية مدير فيها الراء والمواريد فيها الراء والبشرية لماذا كان ممكن يقول محافظ مصلحة العقارات لكن كانت تقول الغيب الفرنساوية مثلا ياد الفرنساوية أش أش إير ولا شي حاجة كان هذا القضية غير هشام احنا كانت توجهون من الجمهور المغربي بصفة عامة احنا كان عرف الفئة دياله كي ان الانسان ما يعرفش انه هو أش أش إير ياد أش أش إير ولا ما هي اش إير دي أش إير دي أش إير دياله مودي بوريك البشري شخص يما أو لا شي حاجة كنا ممكن نختصرها وما كانت أنا ما كان عنديش المشكل في النطق ديال حرفان لا هي مقدر ما هي مقدر ما هي جملة في لغو الشيخ ديال البرسوناج ما كانت تقلب في الكاركتر دياله والبعد النفسي والفكري والآخرية كتلقى هاد الانسان أو هاد البرسوناج عنده واحد الكبت فكري وكبت جنسي نعم وما عنده حتى شي باقاج من غير ولا حتى شي بوفور من غير هاداك البوفور ولا السلطة ديال الموقع دياله نعم اللي هو مدير موارد البشرية وهذاك الجملة هي اللي بالنسبة له اللي كتقدر تحلو الباب واللي كيقدر يفرد راسو بيها بيها من خيرا موارد البشر الاختيار ديال هاد الجملة تقال في كل سيكونس تقريبا إلا إلا ما قلت كل شي نعم كان اختيار مقصود من طرف الكتاب من طرف المخرج ومن طرف التانايا يعني أن بسحرك السعليا والراء جات غير خضرة فوق الطعام جات غير امبتيت سوريزيا كيفما كيقولوا الفرنسوية خير عربي انا كمتلقي زعماء انا حتى لو ما كنتي كتقول الراء لو كنتي رديتي هغا اه كتقدر براء براء يعني كتقدر مدير موارد البشرية ودروض البرسوناج كتقدر بغاء ممكن لا ممكن شو أقوى بكثير بأنك ما نقول بغاء حتي القوة دياله في مدير الموارد البشرية ماشي مدير الموارد البشرية حتى ذيك الجملة كيفاش بقدر تبقى عندك صحيح اما هوكين شتهدات ممكن نخطع كلمات اللي ما فيهم وممكن نحسن من الراء دياله لحقا شراء شوية قد تدير شوية لسلق قدام وغادي تخرج هذا ولكن انا تعمت بهذاك 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 باش تبقى عند الناس في دنيا هذاك بهذاك 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 وعجبني الحال المهم هذا اللي يدخل اللي دياله عجبني الحال في هادي دياله المخرج يقول له غيرت مع اكسيون قول انا مدير الموارد البشرية وكمل من غادي هذا هو سوف تقول السلام عليكم تقول لك انا مدير الموارد البشرية ومازلت في الناس بanson انا بدارت اه اقدرت نوصل للناس بانا نريد ان اريد تريد الى هدى البرساناج هدى الناس وانا احدى النوعيات ديال هدى هدى الشخصيات اللي كنا حنا في المجتمع ان نقول لك وانا قرهوهم انوانا كندحكو بهم صحيح انوانا كندحكو عليهم صحيح والناس كرهو البرساناج وكان عجبني الحال بخلاف مع ابناء العساس في الول انا قلت ذلك يعني كان عجبون الحال والناس كارهون البرسون ولكن صافي عرفون زعمال البرسون من بعض ابنات العسنج شوية كانوا لدخول اللي كان يضحكوا ولكن كان بزاف ديال الكلام الجاري حال الخاص نعم نعم ممتير علش كينا ليقال بأنه ما ما العربي كيمثيل غيشي واحد كي عارفوه بش عط هاد الفرصة هدي مع عارفش هاد الباجاج اللي يجا منه العربي وحنا قلنا بأنه عنده القدور التمثيل رامو استمعنا الكيرمه وانا واحد مرة أنا قليل في مم تجاوب على شي مم اجواب على وانا انا اجوابت وانا رامو حتا على شي واحدة كانت كتبت شه هذا وجاوبت دفع على العربي لانا انا اعرف العربي جيدا فش نقول لك بلاد اريها صعب حسب يكون عندك احد الموقف هي شخصية لانا هو بأن هو شي مواقف شخصية تمك لا يرى المسلسل ولا يرى جملة معينة وكان عنده الحكمة العربي أجبار جاء من المصرحة من الخشبة كيف ما كان قولوه جاء من الدراسة الأكاديمية جاء من تطور عمل لعمل وأنا بعدك أنا فاجأتني أخي العربي والله العظيمي لأنا ولا يكن لحص بغا أنا العربي قلت عربي إمكانية تمتيل درامح التلفزيون تعرف أنا عارفك مصرح بزر ومن يتشوف تلفزيون تقول العربي باقي معطيف نقول لك باقي يزيد يطور بزاف ونشوفه في أدوار الخير ونشوفه في أدوار متنوعة لكن رجعوا الكلام القاسي والجارح من خلال مسلسل لبنة العزة العربي يجاهل يجواب يدخل في النقاش شناءان أو لا أول حاجة حتى الناس اللي قالوا هذك الكلام الجارح كان عضارهم بأنه ممكن لا يعرفوا كيف يعرفوا البرسوناج من بعد الكرة هذية لكن البرسوناج يغمعدها مع مواقع التناصل الاجتماعي ممكن يزيد يتغدى شوية صحا صحا نعم وليدخل في القضية ديال السب والقدف بالمباشرة أما زع ما تقول واش فمو ماشي واداك واش ماشي زوين أنا ولكن السب والقدف المباشرة ديال كنت لقد تسيب ميساج الله ينعى مثلا وكانت شو واحد مضحك غير أنا كنت مستعد نفسيا ولكن جاء واحد الوقت راه تعطل بقاء الكلام الجارح وكتقول واش الناس باقاء ما قدراش تفرق ما بين البرسوناج ولا برسون اه صحا اه وبالصح وكما كنت مستعد راه كنت خسني مشي عن بسي زعماء ولكن انا كنت مستعد وكنقول لا الناس ما خسني متعد اه وفوقاش كانت المكفاءة ديالي المكفاءة ديالي وامي تالى المسلسال وخرجتي عند الناس اه حدا كنت مجرح كامل مشا علاش يعنى بصح الناس كملوا القصة مزيان انا في التعليقات ما كنش كنبغي نجاوب كنقرأ كنشوف شنو كاين اه ما كنبغيش نجاوب بالعكس كتقول كل وقت خليه مزيان خليه خليه يكمل القصة خلي إذا كان كارهاك خليه يبقى كارهاك يكارها البرسوناج ولكن مية سالة مو سلسال بواحد اه شرعة فائقة هادا كسبو القدفو كامل اعجاب و كامل رجع حب من عند الناس وتهمية وقالوا واحد عمنا مع المغربة صراحة لا لا صراحة انا بالعكس بالاخر كنت قلت معرسي كان خطني نكون مساعد نبسيا كتر وكان يكون عندي واحد شوية ديال الصبر لان هاتشيها وهاتشيها النتيجة دياله يعني خليتي الناس غتخرج مسلسال خدم وتخرج انت تدافع شنو الفائدة خليه يبقى هالبرسوناج ولكن بالصح غير تسالة المسلسال غير تسالة في الليل تبدلت ميساجات كمنا اه تبدلت كل شي ووحمة الله وشكوك سي العربي هذا كما انه مثلا تسبك واحد وعيرك لانه عائر برسوناج وكيف يخلط والدليل والتخليطة اللي وقعت مع عزيزي الطيب وره هو مسمي منصور بدري وكيف يخلط وكيف يخلط وكيف يخلط والناس بكات احنا بقيمة الناس عاود بعد ساعات الى كانت تقيسة مزونة وكيف تفرج بالصح انا بالعكس انا فرحت بالاخر فرحت لانه الناس بالصح عاشت بالجوارح دياله امنة امنة واخها كتعرف بانه مسلسل وكاتكون قلت في الدرق مالك كتبكي راه المسلسل اه يعرف مسلسل وانه كي نبقى فيها اه صراع الصرحة اه 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 لكنا كل لخاق احسس مزيلا اه بذتأكيد والعبرة بالخاوتي مخي العربي وانا نعطي أنا نرودي اجدده سيشام بوزروان اللي كي سورنا على الحلقة منني مشاه وو كي عود معك الميكرو وذي ها خرج عندي قال لي هلا شكحتي والأضوط الشر وضريب اهههههه النار عظيم كيف ما يشن اههههه أنا وضريب ما شيد امام أنا كان وعدك شوف أمتي الوعدة ولكن كان وعدك أنا الأدوار اللي جوني غادي نلعبهم خيب ولا زوين غيره هو الخيب خيب حسف المشاركين خيب وأنا ما كتبش عليك أخي أخي هشام أخي هشام وخي هشام أنا باقي صراحة عدت فسحت ليش شهية نزيد نلعب هاد الأدوار نعم بزيلا نسيح مازال نزيد نلعب هاد الأدوار لأنه ممكن نخافش النماطية ولا نزيد ما نتكلاسها في نفسها في واحد الخانة ومازال مازال باقي في المغرب ما عطينا حق نهاج نعم صحيح أخي العربي والله العاد يمساعد لما كان أجازت معاك بسرعة هتقول لي ندبة شنو كيوجد العربي شنو كيوجد العربين بعد النجاح المسلسلة بنات العساس شنو عنده الخدمة دابا العربي العربي دابا في عطلة نعم ولكن غير واحد شوية من بعد غادي ندخل عندي نعمل إخراج ذو واحد المسرحية إن شاء الله العودة المسرح إن شاء الله ممثل أو مخرج ممثل كيوجد ولكن ماشي دابا بزال شوية الوقت ولكن هاد العام وكيوجد إن شاء الله من هنا نقول لكم كيوجد معاك كيوجد خدمة في إدارة الممثل وكممثل ديال المسلسل 52 دقيقة 15 حلقة من القناة الدوزيم ومن بعد كي المسلسل ديال 30 حلقة ما غنقول لكم شو العنوان ديالوت هو معنى الشركة إن شاء الله هاد العام غادي يكونوا بجوج هادو من اللي هما أكيد ولكن شي حاجة خارف لجندا مرحبا إن شاء الله بالتوفيق أخي العربي والله أنا أتشوف كنا باقي مزيف الأم ونظروا ولكن الوقت ما سعقنا شي آآ في كلمة أو جوج آآ شنوك يعني ولك هذا اسماعيل آآ الحب ولدي هو الحب ديالحياة أهم شيء في حياتك هو أنك تكون أب وأحلى شيء شون آآ الوطن والموطن المغرب بلادي آآ فيها تربيت علاقة الحميد الحضري آآ صحيح اللي فيها تربيت وفيها بغي نعطي كل ما عندي لأن المغرب مؤخراً غادي في واحد ترقى مزيونة بزاف أنا كنخرج على المغرب كنحس هاد القضية هدي المغرب غاها القيمة دياله رها دائما غادي في واحد المنحة صاعدي آآ صار حاولينا كان نفتخروا بأننا دائماً كنفتخروا لكن حالياً كنحسوها كتر كنفتخروا أننا نحنا مغاربة وسيغطوا كيفاش آآ جير المغرب هاد آآ هاد الأزمة الصحية هاد البنديمية كيفاش زعم جيرها وكيفاش تعمل مع الناس دياله كنشوفوا المغرب قوة اقتصادية كنشوفوا المغرب قوة سياسية حالياً وانا كنلمسها مع الجارة الإسبانية لانا كنطلع نتما المغرب آآ رجعت عنده قيمة كتر المغرب آآ آآ راه هو الأمل ديالنا وهو المستقبل ديالنا المغرب ديالبارح ماشي هو مغرب؟ أكيد لأن المغرب دائماً في تطور وغادي يزيط يتطور والمغرب ديال اليوم ماشي هو ديال غدا وغادي يكون أكيد أخي العربي شكراً بزاف وعلى ذكر حميد الحاضري تحيان ببا حميد والأغنية دياله بلادي بها أن ختموها جميل جميل من جلسة فنية شكراً أخي العربي كان واحد لباو حمزي إيوان استحضرنا الطفولة ديالك استحضرنا المصار ديالك دور إدارة الممثيل أعمال اللي مجياء تشنو ممكن أنه يتعرض للممثيل من سبو قد في نتيجة واحد برسوناج لعبة رالي سبو العربي واللي سبو البتاكسر ده مبتاكد ده مبتاكد ده مبتاكد من بعد عارفو العربي من أطيبه خلقي الله وشتان ما بين الشخصية كي شخصة واحد الممثيل وبين هو الممثيل فالأصل شكراً على الوفاء ديالكم مستمعين الكرام تحية للكم العربي أجبار وهيشام شبتيت كيتمنون لكم مساء سعيد مع كل الشكر ليشام بوزرواليك معنا في تصوير هذا الحلقة وكذلك وفاء فايز ليكت معنا في إخراج هذا الحلقة شكراً للوفاء بقية برامج ممتعة رفقات إذاعة القليلة منكم إذاعة ميد راديو كنودعكم الأمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل دائماً في جلسة فنية ودائماً على ميد راديو في أم أمان الله ميد راديو ميد راديو ميد راديو